هيا حلوين ازايكو عاملين ايا رب تكونوا كويسين وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فان النهاردة في الفيديو هنتعلم مع بعض مش هنتعلم لان الموضوع بسيط وحسن الموضوع يعني تافه دايما بتسئل ان التشورتات او الحاجات اللي بنرسم عليها مثلا هتقشر الانوان هتطلع في الغسيل فدايما اجابتي بتكون لأ بس احنا لازم نخسلها مثلا من طريقة معينة فحبيت ان انا اشرحلكو واريكو ازاي انا بخسل حاجاتي قديمت الفيديو تافه يعني عادي يعني بنخسل هدومنا ازاي فيديو كيف تخسل ملابسك وحسن انها بقى ست بيت قوي النهاردة في نفسي كده فبس هوريكو يعني ازاي بخسل اي حاجة مرسوم عليها بطريقة احافظ عليها من غير ما اخلي الهدوم تقشر بخسلها مرة واثنين وثلاثة من غير ما يحصل لها اي حاجة وما تنسوش ان انتو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ويلا بيدا نبدأ اول حاجة هجيب الاناء اللي انا هاخصل فيه التشيرتات او هاخصل فيه اي حاجة بتاعتي وحط فيه شوية من المسحوق الجل انا دايما بقول ان المسحوق الجل بيبقى حنين ومش هيسيب اي ترصبات على الرسمة بتاعتنا خصوصا لو الرسمة مثلا لونها غامق او اي حاجة زي كده وطبعا هدويبه في المياه علشان ما يبقاش فيه منه تكتلات وهبدأ اجيب التشيرت بتاعي او الجاكت او اي حاجة زي ما انتو عارفين الرسمة دي انا رسمتها معايكو قبل كده دي رسمة ستاري نوعيب بتاع فانجوخ ورسمناها وكان معظم الالوان فيها كانت الوان اكريليك انا جبت حاجة الوان اكريليك عشان اثبت لكم ان هي سبتة وان هي ما بتسحش وما بتقشرش زي ما ناس بتشتكي وانا مش عارفة سر شكوتهم ايه بصراحة غطستها في المياه زي ما انتو شايفين ومش بدعك وبفرك الرسمة ابدا زي ما انتو شايفين هدعك الاماكن اللي بيبقى المعرضة الاتساخ زي ما انتو شايفين بصوا يعني مثلا الرسمة همسح عليها بالراحة خالص من غير ما اضغط عليها جامد الاماكن برضو اللي هي مش فيها رسم اقدر ان افرقها براحتي زي ما انتو شايفين كده زي ما بخصل اي حاجة عادية لكن بالنسبة للرسمة ابعدوا تماما عن ان انتو تفرقوا طبعا اووا تنسوا ان احنا لنا تكنيك معين في الرسمة على القماش انتو عارفينه اللي متابعين معايا من اول كورس الرسمة على القماش عارفين كويس الخطوات اللي انا دايما بقولها والناس اللي بتركزوا بتشوف الفيديو للاخر عارفة كويس انا بقول ايه اضغط عليها و ازاي بسبتها في فيديوهات كاملة عن الرسم والتثبيت والمكوى و كل حاجة كمان في فيديو مهم جدا عنوانه لو انت هترسم على القماش لازم تشوف الفيديو ده فعلا لازم يا جماعة تروحوا تشوفوا الفيديو ده ده و انا هسيبهلكم في الديسكريبشن بوكس وفي الاي و هسيبهلكم في كل حاجة شوفوه قبل ما تبدأوا رسم علاء القماش زي ما انتو شايفين غطستها في الماية علشان اتخلص من الصابون ما بعصرش خالص يا جماعة زي ما انتو شايفين خلاص هتخلص من الماية عندي بصوا بعصر ازاي بتخلص من الماية بالطريقة ده شوفوا بعصر في الاماكن اللي ما فيهاش الرسمة ومش بلوي القماش كده زي الطريقة العادية للعصر فبالطريقة دي احافظ على الرسمة طبعا الغسالة ممنوعة خصوصا في الالوان الاكراليك انا بقوله والماية السخنة طبعا ممنوعة زي ما انشفتو انا نشرتو عادي خالص زي ما بتنشروه على المنشر حاجة عادية خالص ونشف طبعا احاول اقلبو علشان احافظ عليه وانشرو في مكان يعني ما يكونش فيه شمس طبعا جمد قوي علشان ما تبوزليش الالوان المهم تعالوا بقى انا هاكوي طبعا بعد ما غسلته اتعرض لانه يبقى شكله متكسر دايما تسألوني مكوة البخار ينفع نستخدمها انا مكوة البخار بتاعتي شكلها كده فتعالوا نجرب نشوف هل هتبوز الرسمة مش هتبوزها انا طبعا اقدر اجرب في تشيرتاتي يعني حتى لو جرالها حاجة هقدر علجها اه فانا هجرب معاك وتعالوا نشوف مكوة البخار بصوا مكوة البخار دي اه هادية يعني مش اه حرارتها مش عالية قوي فانا مش بخاف منها بصراحة ومع ذلك هي بتكوي حلو جدا بتكوي اي حاجة بسيطة كده حلو قرر تاني خلوا بالكو طريقة رسمكو وضربات الفرشة على القماشة مهمة جدا الكرواتة والسرعة بتبوز الرسمة اي حد بيجي يقولي الرسمة اشارت الرسمة مش عارف ايه انت مشتغلتش بزمة صدقني العب مش في الالوان ولا العب في اي حاجة تانية انت لازم تشتغل كويس الفرشة مع القماش مهم جدا ان القماش واللون والقماشة لازم يكونوا مع بعض حاجة واحدة الكرواتة والطبقة الوحدة او المي الطبقة مش حل ابدا هكوي بقى زي ما انتو شايفين كده بالراحة وبهدوء درجة حرارة المكوة دي زي ما قلتلكم هي متوسطة هي مكوة او يعني لو حطت ايدي هتلسعني لكن في نفس الوقت هي هادية مش بتلسع الحاجة يعني هي ممتازة جدا مع التيشورتات اللي زي كده وحلوة قوي مع الجواكت التقيلة وكده انا بعمل لكو ريفيو عن المكوة يعني عشان لو حد عايز يعني لكن هي مسلا لو هتكو بيها شميز خفيف يعني بتبقى مملة شوية الكوي وزي ما انتو شايفين الالوان في مكانها ما تحركتش اه مفيش تشققات مفيش بهتان مفيش اي حاجة والمكوة البخار كويسة مش وحشة اه يعني كوت وقدت الغرض اه اتبعوا الطريقة ضي في غسيل اي حاجة في غسيل جاكت في غسيل اه تي شيرت في غسيل هترسموا على بانطلون ابادوا عن الغسالة وراجعوا الفيديوهات القديمة وشوفوا طريقة اه الرسم بتاعتي ازاي والمعلومات والنصايح اللي بقوا لها لكم علشان تفضل الرسومات ثابتة معاكم لان الفكرة مش في نوع الالوان بس الفكرة في التكنيك وانا كنت خرجة بقى فالبست التشيرت عشان اواريكم ابخرج بيه ولطيف ولزيز وتقدروا تعملولو ستايلات مع حاجات كتير جدا لا تنسوا ان انتوا تعملوا لايك وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي في يسبوك تيك توك وانستجرام ودلوقتي اعلم لكم سلام